بغض النظر إيه الظروف اللي عم نمر فيها برضو هاي الحياة فيها سعادة وفرح وبر وقداسة وكل يعني أسما ما فيها هو القداسة والمحبة عشان كده رسول يحنى في كتاباته يقول الذي ولد من الله يحب لأن الله محب الإنسان في آدم لا يستطيع أن يحب الإنسان في المسيح يستطيع أن يحب لأنه سكنت فيه محبة تسمى محبة الله بالطبيعة التي تسمى طبيعة الله بالحياة التي تسمى حياة الله عشان كده لما المسيح يقول أحب أعدائكم بريكوا لعنيكم هو مش بيتكلم على شيء تعجيزي الإنسان في آدم لا يستطيع أن يحب عدوه لكن الإنسان الذي يقبل المسيح يحصل على حياة الله الأبدي الحياة الأبدية الحياة الأبدية تحب الأعداء الحياة الأبدية تصلي الأجل الذين يسيئون إليها الحياة الأبدية تصنع الخير للشر الحياة الأبدية تطعم الجائع وتعطي ماء للعدو الحياة الأبدية تطلب الغفران كما طلب المسيح الغفران لصالبيه عشان كده لا أستعج مطلقا أن المسيح الحقيقي من نال الحياة الأبدية يلطم فيبارك يلعن فيبارك إذا لطم يحول خده الآخر ليه؟ لأن يمتلك حياة تتعلم وتعلم الغفران بعيدا عن حياة المسيح الحياة الأبدية يبقى فيه انتقام يبقى فيه سفك دماء لكن الحياة الأبدية قداسة ومحبة ونور اشتركوا في القناة